السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص الدراسة في شهر يوليوز 2022 حسب جريدة هسبريس المقال الصادر يوم 2 سعود مايه 2022 فإنه مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي المقررة هذه السنة في يوليوز بحسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفي ظل استمرار إدرابات الأساتذة المتعاقدين في عدد من المؤسسات التعليمية عاد أباء وأولياء التلاميذ للاستفسار عن مصير أبنائهم في ظل هدر الزمن المدرسي فيما تعالت أصوات وأولياء التلاميذ في المدارس الخاصة الرافضين لأداء رسوم شهر يوليوز إذن مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي بدأوا الآباء كيتسائلوا على مصير السنة الدراسية وعلى أيضا مصير دي الأبناء ديالهم في ظل الهدر المدرسي خصوصا وأن الدراسة شارفت على الانتهاء إذن كيتسائلوا الآباء على واش غادي تمدد الموسم الدراسي حتى اليوليوز فيما تعالت أصوات أولياء التلاميذ في المدارس الخاصة الرافضين لأداء رسوم شهر يوليوز يعني رفضوا أنهم يخلصوا شهر يوليوز إذن هنا غادي خرج نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ قال في تصريح لهسبريس إن الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بالكشف عن خطتها لمعالجة الآثار الناجمة عن هدر الزمن المدرسي جراء الإضرابات المتواصلة إذن سيد نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية أو رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ ستصرح في الجريدة إيسبريس أن الوزارة الوصية على القطاع خاصة تكشف على الخطة ديالها لمعالجة الآثار الناجمة عن هدر المدرسي يعني ذاك الوقت اللي ضاع خصا أن الإضرابات كانت بنسبة للأستيدات المتعاقدين وبهد الصدد أن تلامت ضاعف بزر تسويعدونهم مؤكدا أن المقرر الذي كانت قد أصدرته بخصوص هذا الموسم وبرمجة الامتحانات يجب أن يعاد فيه النظر خاصة أن هذا المقرر لصدرته الوزارة خصا بالنسبة لامتحانة البرمجة ديالها أنه خاصو يتعاد فيه النظر لأنه مملأمش وتابع عكوري قائلا أن التلاميذ حرموا من حوالي 60 يوم من الدراسة يعني بسبب هذه الإضرابات حرموا تلامت من 60 يوم ديالهم ديال الدراسة متسائلا كيف سيتموا تعويض هذا الزمن قبل المرور إلى الامتحانات الإشهادية يعني هنا الدرر غير تصابوا به التلامد اللي عندهم امتحانات إشهادية خصا أن الوقت ما كافيهمش من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ سواء بين القطاعين العام والخاص أو العالمي والقروي والحضاري إذن هنا كنوقفوا على أن التلامد يعني ديال المستويات اللي فيهم امتحانة إشهادية ما كنش تكافؤ الفرص يعني حسب العكوري لأن القطاع العام كان عنده إضرابات في حين أن القطاع الخاص كان ديك سعك يقرأ إذن ما كانش عنده مشكل القطاع الخاص ولهذا ما كنش تكافؤ الفرص من جهته نافع مسؤول بوزارة التربية الوطنية إقدام الوزارة في الوقت الحالي على تغيير مضامين المقرر المذكور يعني الوزارة كانت نفي أنها تغير شي حاجة موضحا أن الأكاديميات الجهوية تعملوا على استدراك ما فات عبر الدعم المدراسي يعني خاصة الأكاديميات أساتذة خاصة للدعم المدراسي وبذلك غيرتداركو هدوك تعطرات اللي كانت طيلة الموسم الدراسي ونوها المتحدد في تصريح الجريدة في إسبريس الإلكترونية بتجند جميع الأطر التربية وانخراطها من أجل توفير حصص دم لجل التلميذات والتلاميذ يعني غير لهم دم لجل التلميذ والتلاميذ وكذا انخراط جمعية آباء وأمها التلاميذ في هذا الإطار أما بخصوص تدمر بعد أولياء التلاميذ بسبب اضطرارهم إلى أداء رسوم شهر يوليوز على غير العادة بالمؤسسات الخاصة يعني هنا جاء الدور ديال المدارس الخاصة والتدمر ديالهم يعني ما بغوش يخلصوش هر سبعة أوضح المسؤول داته وأن الآباء قد يؤدون دائما أن الآباء يؤدون دائما واجب التمدروس الخاصة بالعشر أشهر في كل سنة يعني الآباء قال لهم بأنكم كتدائما كتخلصو عشرة شهورة في السنة مضيفا أن هذا الموسم تأخر وانطلق في شهر أكتوبر يعني مادم هذا الموسم تأخر ومنطلق حتى الشهر أكتوبر فأنتم كيقول لهم مطالبون بأداء شهر يوليوز باش تكملوا اليوم هذيك العشرة ديالهم وبالتالي لم يؤدوا واجب التمدروس في شهر شوتنبير يعني بحل غاد يعودوا شهر شوتنبير بشهر يوليوز ورفض عكوري هذه المقاربة إذن عكوري رفض هذه المقاربة موضحا أن التلاميذ في القطع الخاص أمضوا موسمهم الدراسي بشكل سالس ودون إضرابات يعني قال لهم بأن القطع الخاص دوزوا الموسم الدراسي ديالهم يعني قرعوهم زيان ما كانش عندهم إشكالية ما كانش عندهم إضرابات لذلك فإن المؤسسات لن تقدم لهم في شهر يوليوز ما يستحقوا دفع أموال على الأسر يعني هذه الأسر ما عندهم شيء ليش غاد يخلصوا خصا أن أولادهم قرعوا كل شيء تلك شيء كان يخصهم يقرعوا وإنما سيكون شهرا لتوزيع النتائج وقال بأن هذا الشهر غاد يكون فقط شهرا لتوزيع النتائج وتنظيم الدورات الاستدراكية خاصة في ظل الحديث عن استمرار العاما بالمقارر الوزاري الذي حددت واريخ الامتحانات في شهر يونيو المقابل بداية شهر يوليوز حسب المستويات الدراسية خصوصا قال لك وأن هذا الشهر سبعة غاد يكونوا فيه غير توزيع النتائج وغا يكونوا فيه تنظيم الدورات الاستدراكية وأن الفروض والامتحانات غاد يكونوا في شهر ستة يعني شهر سبعة ما غادش يكون فيه القراية وبالتالي الأباء ما غا يضطرواش أنهم يخلصوا شهر سبعة هذا بالنسبة للأكل وبحسب مقرر الوزارة الصادر في بداية الموسم الحالي سيجرى يعني دك الشي اللي كانت قادة الوزارة في البداية والتواريخ ديو الامتحانات لحد هاد الساعة باقى مقررة يعني ما كان حتى شي تغيير يعني امتحانات راف التواريخ ديو لها سيجرى الامتحال الإقليمي الموحد للسنة السادس ابتدائي يوم سبعة يوليوز الفين وعشرين يعني في السمنة الأولى في شهر سبعة غايكون الموحد دي السادس نفهم؟ يعني الفورود ديلة القسم غادي تكون في شهر ستة بمعنى أن الموسم الدراسي غايدوز عادي ما كان لقراية في شهر سبعة لحتى شي حاجة في شهر سبعة غادي يكون فيه فقط غير المتحان الموحد وغادي يكون نهار قبل من العيد كي العيد الأضحى نهار الثمانية الموحد غايكون نهار سبعة والامتحال جيهوي الموحد لسنة الثالثة تانوي إعدادي يومي ستة وسبعة بالنسبة لتلم ديول التاسعة غايكون عندهم نهار ستة وسبعة يوليوز الفين واثنين وعشرين فيما سيتم متنظيم اختبارات الدورة العادية للانتحال الوطني الموحد للباكالوريا الفين واثنين وعشرين بالنسبة إلى القطب العلمي والتقني والمهاني يومي عشرين واثنين وعشرين يونيو وبالنسبة إلى قطب الادب والتعليم الأصيل ستنظم الاختبارات يومي ثلاثة وعشرين وعشرين يونيو يعني من وراهم والدورة الاستدراكية أيام خمستاش وستاش وثمانتاش وتسعتاش يوليوز يعني من خمستاش حتى لتسعتاش يوليوز في شهر السبعة غادي تكون الدورة الاستدراكية وبالتالي أنه خصنا نعرفه أن الفوروز كان يندابا يعني من دابا حتى لشهر السبعة يعني من غا تخرج المذكرة دي اللي يومي غا يكون الفوروز أو في التواريخ ديه ولها اللي مقررارة غادي تبقى الموحد غادي يكون نهار سبعة يوليوز يعني شهر سبعة رمكينش بالنسبة لكلام دلي كيسحبوا بقى كينا القراية حتى لشهر سبعة رمكينش قراية شهر سبعة كينا نغير المتيحانات بالنسبة للاقسام الإشهادية أما الاقسام الآخرين رغا ديساليو في شهر ستة متيحانات ديولوم إدان جدو وشجاهدو ورا الموسم الدراسي كيفما قاع المواسم الأخرى رمكين حتى شي حاجة جديدة والتواريخ اللي اعطاتس الوزارة في أول سنة بالنسبة لمتيحانات ربقهية هي هي إلى حد الساعة ما كين حتى شي تغير إذا كان هذا هو الفيديو دي اليوم دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى